ده يعني بص ده مقترح. ابناء الناس. وده مقترح. اه. ومتقوليش اسماء لان الاسماء اللي معروضة دلوقتي. انا بقولك بصراحة. من بره النادي كتيرين جدا. تمام. وانا في حل من النسكر عشان متقشي لاي احد لانها كلها برضو اسماء ورموز كبيرة. اه. وابناء النادي برضو اه في ناس مدرشاحين منهم. احنا امكان صارانين النادي مع المنش نوعش الرئيس مجلس نجارة. ايوة. وتلاتة ومجموعة من اعضاء المجلس. بنشوف كالصحة توصل لحد فين. اه. ان صراحة عودة. يعني احنا اعرفين ان هو بقاله. اسموعين عايزين مش. لكن صراحة النهاردة. خلاص يعني. ايه. ندور على البديل. وربنا يوفقنا ان شاء الله. ربنا يوفقكم ويعينكم بإذن الله بشكرك جدا المهندس محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة في نادي المقاولون العرب. اللي خسر فريقه اليوم امام فيوتشر بهدف سجله احمد عاطف. فيوتشر على جانب اخر انتصاره النهاردة. خليه في المركز الرابع بنطي برصيد خمسة واربعين نقطة. عشان يتفوق من جديد على طلاعي الجيش اللي كان كسب اول امبارح في مباراته امام الاتحاد السكندري. وكان طلاعي الجيش قاعد لمدة يومين في المركز الرابع. او ختم شهر سبعة في المركز الرابع. ليه بنقول شهر سبعة لان ده الموعد الاقصى النهائي لارسال اسماء الاندية المشاركة في البطولات القرية في النسخة المقبلة. سواء دوري ابطال او كونفدرالية. ده مش معناه ان احنا لسه بعثين احنا بعثنا بالفعل كاتحاد مصري. اسماء المشاركين مع نهاية الدور الاول اللي هو يوم ستة يوليو بعد ما انهى الاهلي مؤجلته الاخيرة بتاعة الجونة يوم خمسة من شهر يوليو. طيب ليه بنقول ان ده رجعوا من جديد والمركز الرابع لانه القصة ما زالت قائمة وان كانت. وان كانت. لا يبدو ان تغييرا كبيرا سيحدث فيما ارسل من اسماء في شهر سبع يوم ستة. ليه? دلوقتي طلاعي الجيش مبارح كان مركز رابع. قال انا عايزة لعب افريقيا. عايزة لعب كونفدرالية. سموحة قالها. طب انا افرد خلصت. اتكلم على الدوافع في وقت من الوقات. بيراميز تتكلم على سياق اخر دوري ابطال افريقيا. ويبدو اكثرهم منطقية. بالمناسبة باعتبار انه طلاعي الجيش كان لعب تمانية وعشرين مباراة بنهاية شهر يوليو. اما فيوتشر كان لعب سبع وعشرين مباراة. والنهاردة تساوى في القصص على مستوى الماتشات. لكن بقى اكتر في النقاط. فبالتالي ما بقاش فيها ازمة قوي يعني. اما بيراميز فبيتكلم انه حتى اذا تساوى الاهلي في مبارياته معي. فهفضل انا مركز التاني. بنهاية شهر يوليو. فالمفروض انا اللي شارك. هنا بيطلع اسم. وهنا بيطلع اسم. طلاعي الجيش رابع هيبقى خامس. فطبيعي ان يروح بعد فرق الكمفدرالية ودوري الابطال يروحوا للبطولة العربية. هتخلص في ايه؟ ما نتوقعه تبقى لبعض المصادر اللي مش مية في المية مؤكدة انه الزمارك والاهلي في دوري ابطال افريقيا. بيراميز وفيوتشر في الكمفدرالية كما ارسل اتحاد الكراءة المصري. وبالحديث عن فيوتشر معنا على تليفون الكابتن محمد عبدالله